دكتور عيمان ناس كتيرة بعد خمس نهار ده احنا يعني اعتبر خمس او سادس يوم في القمة قالوا ومصريين وعرب واجانب قالوا مصر صعبت على العالم استضافة القمم القادمة بالتنظيم والاستقبال والمشروعات رأي حضرتك ايه في هذه القمة من حيث المسائل بقى التنظيم والديبلوماسية الاقتصادية وردود الافعال رأي حضرتك ايه وقرأتك ايه والله يا فاند بقى انا رأيي الخاص انه هذه القمة بتبين روح التحدي عند الانسان المصري روح التحدي عند الشعب المصري روح التحدي عند القيادة المصرية احنا بتقول مصر ايه مصر دولة قائدة ولها ريادة في العالم مصر بتعرض نفسها كوجهة جاذبة للاستثمار تبعا الاستثمار الاخضر او الاستثمار بمختلف انواعه مصر بتستضيف اكبر قمة عالمية النهاردة وانظار العالم بتتجه لها شباب مصر الشباب اللي يفرح اللي هو نزل في المنطقة الخضرة وبيعرض المشروعات والافكار بتاعته المؤسسات المصرية سواء المؤسسات المالية او المؤسسات الاقتصادية الوزارات كل ده بيبين يعني ان مصر بتدي رسالة للعالم ان احنا قادرين احنا مستقرين احنا دولة قوية قادرة ومستقرة شركاء مصر اقليمين طبعا في مقدمتهم دولة الامارات العربية المتحدة النهاردة بالمشروع العظيم اللي هي يعني بتشاركنا فيه استثمارات واحد ونص مليار دولار ده على فكرة هيوفر فرص عمل تقريبا لمية الف مصري منهم 30 الف مرحلة الانشاءات هيوفر 5 مليار دولار سنويا في الغاز الطبيعي ده بيضاف طبعا الى 5 مليار دولار سنويا بيحسن ميزان المدفوعات بيضاف الى الاحتياطي النقد بعد كده حضرتك جرتني كده لسؤال الجاي اللي انا كنت عايزة اسأله لحضرتك والناس يعني مثلا جرتي وهي الصبح بتسبح علي بتقول لي ببساطة شديدة هو المؤتمر ده هيعود علينا بالنفع يعني هيعمل ايه في حياتنا يعني ده مؤتمر ديبلوماسي مهم وبيبرس قيمة مصر وقدرتها في الاستضافة وفي التنظيم ولا كمان حيرد علينا في حياتنا في فرص العمل في المشروعات في العيال ارد على جرت يقولها ايه ما قالت لي والموضع ده هيرد علينا بايه والله يا فندم هما زيبان قالوا انه الحرب اداة السياسة النهاردة احنا بنقول السياسة اداة الاقتصاد الاقتصاد هو في النهاية يعني الحروب بتقوم ليه لاهداف اقتصادية اتفايات بتقوم ليه لاهداف اقتصادية والهدف الاقتصاد ده بيعود بالنفع على المجتمع كله النهاردة مع مثلا ده ما قولنا محطة الرياحة الجديدة مزرعة الرياحة الجديدة اللي بتوفر اكتر من 100 الف فرصة عمل واحد ونص مليار دولار استثمارات مباشرة خمسة مليار دولار سنويا توفير في الغاز ده هيضاف الى الاحتياط النقدي بعد كده وهيقل الاستيراد هيزود التصدير طيب كل ده بيؤدي الى زيادة الثقة في مصر زيادة ثقة المشتثمر الاجنبي العادي بقى في مصر مستثمر انتاجي مستثمر سياحي مستثمر مالي مستثمر في خدمات افهمت يعني حالتك عايز تقول مايش يصوب لي انه المشروعات اللي هنعملها او بنتعاقد عليها النهاردة بسبب هذا الهزيق قمة مش بس هتعود بنفع مباشر وفرص عمل مباشرة وكذا لكن ايضا هتزود ثقة المستثمر فينا اكيد فده يجيب تاني مشاريع واستثمرات في اشكال انا فهمت حالتك صحيح كده نعم اكيد اكيد هو كده بالضبط يعني عشانكي بنقول دايما ان القوة السياسية لأي بلد في النهاية بتنعكس على قوتها الاقتصادية قوة العسكرية القوة السياسية في النهاية بتنعكس على يعني تنمية شعبها وقوته الاقتصادية ومستويات معاشته اشتركوا في القناة